السلام عليكم معكم محمد عبد جليل وزير النقل واللوجيستيك سنتقسم معكم أهم إنجازات الحكومة في هذه القطاع ثلاثة الإنجازات نفتخر بها الأول تعافي قطاع النقل من أزمة كوبيت مع إعادة فتح الأجوال والنقل البعري بسرعة وفي ضرور جهيلة الشيء الذي خلق ثلاثة فاصيلة جوج مليون المغربة المقيمين من الخارج يدخلوه خلال عملية المرحبة دي لسنة 2023 وساهم إنجاز أخرى تعافي السريع لقطاع السياحة الثاني هو إعادة ثقة في قطاع النقل الطرقي بفضل مقاربة تشاركية جديدة مع المهنيين وبفضل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بدعم مالي بلقط مليار مليار غير درهم وهذا الإنجاز ساهم في التحكم في التضخم وضمن استمراريات خدمة النقل تفادياً لأطار سلبية خطيرة والثالث هو تسريع ورش الرقمانة في الإدارة بهدف تبسيط المساطير وتحسين وتطيب الخدمات المواطن بالنسبة للمستقبال عندنا الثلاثة ديال البرامج المهلكلة تنفيذ من التوجيهات السامية لصاحب الجلال والملك محمد السادس نصره الله أولاً البرنامج الشيكاكي مع عربة مدينة مراتشوية للخطة الفائط السرعة ومن الجهة أخرى خلق النقل الشيكاكي الجهوي عالي الخدمة بالمناطق الحضرية الكبرى الثاني هو برنامج تسريع المطارات لمضاعفة الطاقة من 40 إلى 80 مليون مسافر مع مواكبات مشروع التنموية للخطوة الملكية من خلال العقل البرنامج والثالث هو البرنامج الاستعجالي لمحطات موجيسية كما أننا بدأنا الدراسات من أجل تكوين أسطول بحريق قوي وتنافسي بتوجيهات السامية وختماً نشتغل بجدية من أجل ضمان النقل المستدام لسلامة وجودة عالية لكل المواطنين بما في ذلك العظم القراوي في إيطار ميثاق وطني بالتنقل يستجيب لتطلعات النموذج التنموية الجديد ترجمة نانسي قنقر